تشخيص الواقع الحالي للتكوين ببلادنا وسبل ابتكار آليات جديدة للتحصيل والتدريب موضوع الدورة الخامسة والعشرين الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي المنحقد اليوم بالرباط تحت شعار التعلم مدى الحياة هذا تحدي للمجتمع على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وفيه فائدة للفرد، فائدة للمقاولة، وفائدة للمجتمع فكيف نفكر خارج الطرق المعتادة لكي نوفر فرص التعلم لمختلف مكونات المجتمع ويقترح المجلس في هذا الشعن فضاءات تتعلق أساساً بالتعليم الأساسي من خلال ترغيب التلاميذ في القراءة وتمكينهم من المعرفة والمهارة فضلاً عن فضاء للعمل وآخر لاستغلال الطاقات الكبيرة للمتقاعدين كيقترح المجلس تطوير آلية للاعتراف باعترف المهارات والكفاءات المكتسبة عبر الخبرة وعبر العمل في المقاولة أو في الإدارة حتى نعطي فرصة تانية لجميع المواطنين من أجل الحصول على شواهد بدون المرور عبر الصيغة النظامية وستتمخد عن هذه الورشة توصيات لإدماج هذه المقترحات في منظومة شمولية لرفع تحدي مجتمع المعرفة وتمكين المواطن من فرص أخرى للتكوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر